من جديد تؤكد الولايات المتحدة أن قواتها باقية في العراق لمواصلة تقديم الدعم اللازم لحكومة الكاظمي وقتال تنظيم داعش رغم إعلان السلطات في بغداد أن نصر على التنظيم قبل نحو أربع سنوات الجنيرال كينيث ماكنزي قائد القيادة المركزية في الشرق الأوسط رجح بأن تحافظ بلاده مع حلف شمال الأطلسي على وجود عسكري طويل الأمد في العراق وسوريا لمحاربة ما يسمى الإرهاب وكبح النفوذ الإيراني دون الإفصاح عن حجم هذا الوجود لكن مسؤولين أمريكيين قالوا أن المناقشات الجارية مع حكومة الكاظمي قد تضي في نهاية المطاف إلى خفض عديد هذه القوات إلى نحو 3500 جندي بحسب صحيفة نيويورك تايمز ماكنزي أكد في شهر تموز الماضي أن حكومة الكاظمي ترحب باستمرار الوجود الأمريكي في العراق الذي تراه الأخيرة ضرورة استراتيجية على المدى المنظور وعلى الطرف المقابل فشلت إيران في إخراج القوات الأمريكية من العراق رغم محاولات وكلائها في البرلمان في التصويت على مشروع قانون لإخراج القوات الأجنبية من البلاد مطلع العام الجاري لتوعز طهران للميليشيات الموالية لها بشن هجمات إعلامية استعراضية هنا وهناك على المصالح الأمريكية لإحراج واشنطن ودفعها لسحب قواتها بعد مقتل سليماني والمهندس قرب مطار بغدان وثم تمن يرى بأن زيارة الكاظم المرتقبة إلى واشنطن ستحدد بشكل أوضح مستقبل وجود القوات الأمريكية في البلاد وشكل هذا الوجود كما ستحدد الزيارة كيفية التعامل مع ملف الميليشيات الموالية لإيران في العراق لا سيما الميليشيات التي تصنفها واشنطن منظمات إرهابية مثل ميليشيا حزب الله وغيرها